هل ما زال لديك صخرة لا تجد لها حلاً في اللغة الألمانية؟ سأستعين بالله وأكسر هذه الصخرة التي تتوهمها لأثبت لك كم هو جمال وروعة هذه اللغة تحية من الله عليكم ما هي معاني الفعل أن كغويتسن؟ كما تعلمون فأصل الفعل هو كغويتسن لكن ماذا فعلت أن عندما اتصلت به؟ فكغويتسن له معاني كثيرة ملخصها أن كغويتسن يصنع إشارة صليب أو إشارة الضرب هذا ملخص معانيه الكثيرة فأيضاً الحرف الأول منه يشبه إلى حد كبير إشارة الضرب أو إشارة الصليب لكن دخول أن عليه حددت معانيه في معنيين اثنين وكما نعلم فأن عندما تدخل على فعل فهي تضيف عليه معنى المقابلة كما تقابل شيئاً بشيء فكما تقابل الصورة الحائط مثلاً أو عندما تقابل الناس بثوبك إذن أضافت عليه معنى المقابلة فكان المعنى الأول أنه في نص في كتابة في قائمة في شيء كهذا يميز جزءاً من هذا النص كيف يميزه بأن يضع بجانبه إشارة الضرب أو إشارة الصليب لماذا؟ كي يميزه وكي يلفت النظر إليه مثال هو وضع علامة X عند الإسم إذن ميزه وبالنسبة لهذا المعنى ففي التفصيل لا تجدون أي معلومة لماذا؟ لأنه يبقى على أصله الأصل في الأفعال أن الماضي منها يأتي مع هت مع هابن وليس مع إست فلذلك بقي على أصله بينما المعنى الثاني فتفصيله أنه يأتي إما مع هت وإما مع إست أي كلاهما صحيح هذا بالنسبة للمعنى الثاني حصرياً فما هو المعنى الثاني؟ يبحر عكس الريح إذن هذا المعنى خاص بلغة البحارة لكن ما علاقة هذين المعنيين بالفعل أن كويتسن؟ إذن كويتسن يضع صليباً وأن تجعل فيه معنى المقابلة لذلك هنا عندما وضعنا إشارة الـ X كان فيها مقابلة أي أنت تضعها على لوحة في الحائط مثلاً فتضع هذه الإشارة وإن لم تكن على الحائط على الورقة فأنت أيضاً تقابلك الورقة وأيضاً قلنا من قبل أن من معاني أن يكون الشيء فعالاً بعكس أن يكون خامداً كما استعملناها في الكهرباء لذلك هنا عندما تضع إشارة X بجانب اسم شخص فأنت تجعله فعالاً تميزه عن غيره وكأنك تصلت الضوء عليه فمن هنا أيضاً هو فعال وما علاقة المعنى الثاني بتركيبة الفعل؟ لماذا هو عندما أبحر بعكس الريح استخدمنا أن وكغويتسن استخدمنا أن لأنه عندما يبحر بعكس الريح فإن الريح كما تشدون في الصورة تقابله هو يبحر وهي تأتي عكسه أي تأتي إليه وهو يأتي إليها فهما مقابل بعضهم البعض إذن لهذا أن ولماذا كغويتسن لأنه عندما يبحر فلا يستطيع أن يبحر بشكل مستقيم تماماً لأن الأمواج تأخذه يمنة ويسرى والمركب لا يكون ذو حجم ضخم فيضطر لأن يسلك يمنة ويسرى فكما تجدون في الصورة يأتي بهذا الاتجاه ثم يساراً ثم يميناً وهكذا فهو يرسم ما يشبه الإكس ما يشبه إشارة الضرب ما يشبه الصليب فهذه هي العلاقة توجب علينا أن نبحر لعدة أيام ضد الريح الغربية القاسية وإلى اللقاء